الحالة الأزمة بين بغداد وأربيل ربما تكون عبر التعهدات الثلاثة التي قدمها الإقليم للمركز وتنص هذه التعهدات بالسماح لبغداد بتدقيق حسابات الإقليم عبر ديوان الرقابة المالية الاتحادي ومراجعة عقود النفط الموقعة مع الشركات العالمية إضافة إلى تسليم عائدات النفط كاملة إلى بغداد مع اشتراط أن تلتزم بغداد بتزديد ديون الإقليم المستحقة لهذه الشركات والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات هذا الشرق تمثل تحدي كبير أمام موافقة الحكومة العراقية بالنظر لارتفاع قيمة التكاليف المترتبة على إقليم كردستان والتي تصل إلى حوار 60 مليار دولار أربيل وصلت الحديث عن عدم جدية موقف بغداد التفاوضي خاصة مع إعلان رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني أن المشاكل مع بغداد ثابت أنها سياسية وليست فنية متهما بغداد بوضع العراقي لأمام أي حلول محتملة يعادة ما أن الأخوة في بغداد يحاولون أن يكون هناك حلول ترقيعية في المراحل السابقة أما الآن حتى الحلول الترقيعية لا يرغبون بها وإنما يريدون أن يكون هناك بعض التأثيرات السياسية وبعض الإملاءات السياسية قبيل الانتخابات بغداد من جانبها ترى أن الإقليم لم يفي إلى الآن بتعهداته فيما كشفت جولة المباحثات الأخيرة عن عمق الخلافات بينهما ويعول الطرفان على جولة أخرى قادمة ربما تؤدي إلى تفاهمات تسهم في حل حالة الأزمة يوسف الحسيني الحرة أربيل